تصعيد جديد من جانب السلطة الشرعية ضد الإمارات التصعيد جاء في إطار حزمة من الاتهامات لأبو ظبي بالعبث باتفاق الرياض وبإنشاء تشكيلات عسكرية وسياسية موازية وإضعاف دور المملكة الإقليمي الاتهامات الأحدث التي وجهتها السلطة الشرعية للإمارات جاءت ضمن افتتاحية صحيفة 26 سبتمبر الصادرة في مارب عن دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية جاءت هذه الاتهامات في سياق من الانتقادات الحادة جدا التي وصفت الإمارات بالدويلة التي لم يكن تدخلها العسكري في اليمن بناء على طلب من الحكومة اليمنية بل من المملكة العربية السعودية لذا باشرت الإمارات وفقا للصحيفة من أول طلعة جوية لطيران التحالف في تقويض الشرعية خدمة للتمدد الإيراني في المنطقة وتحقيقا لمصالح إيران الاستراتيجية في السيطرة على مضيق باب المندب وتحقيق حلمها في إدارة الأراضي المقدسة في مكة والمدينة بحسب ما جاء في افتاحية صحيفة الجيش اليمني النخاب والأحزمة الأمنية التي شكلتها الإمارات لمجلس أنشأته موازيا لسلطات الدولة وصفتها هذه الصحيفة بالطعنات في خاصرة الدولة الشرعية وإضعافا لقرارها السيادي رغبة منها في تحقيق مصالحها الاقتصادية كدولة استعمارية جديدة فيما هي وفقا للصحيفة تحقق خدمة مجانية لإيران الصفوية وتضعف دور المملكة في المنطقة وربما ما هو أسوأ من ذلك وفقا للصحيفة الصحيفة ذاتها قللت من مصداقية إعلان أبو ظبي عن انسحابها العسكري من اليمن قائلة إنها لم تفعل بل عملت ما يشبه إعادة تموضع لتبقى تعبث بمصير اليمنيين وهو ما لن يستمر وسيأتي اليوم الذي تعض فيه الإمارات أصابع الندم على ما فرطت في جنب شعب عظيم لم ينكسر عبر تاريخ نضاله الطويل وعلى الرغم من أن هذه الانتقادات جاءت تالية لانتقادات غير مسبوقة وجهتها الصحيفة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث في مستهل الإفتتاحية ذاتها إلا أن المراقبين لا يستبعدون بأن يكون التصعيد ضد الإمارات من جانب وزارة الدفاع المرتبطة مصيريا بالتدخل العسكري السعودي الإماراتي جزء من صراع يتفاعل تحت السطح بين الرياض وأبو ظبيه تعثر اتفاق الرياض إذن قد يسرع على الأرجح من تصاعد حدة الخلافة بالنظر إلى حجم التدخلات الإماراتية التي تقف دون تحقيق الرياض لما تعتبره أهم إنجازاتها في اليمن حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر